تعقد في الرياض اليوم أعمال اجتماع المجلس الوزاري 159 لمجلس التعاون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر محمد الثاني وبحضور وزراء خارجي دول مجلس التعاون وبمشاركة مصر والأردن والمملكة المغربية الاجتماع سيبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة